أمراض الجهاز التنفسي تفتك بالمجتمع النجفي حيث أعلنت مديرية صحة النجفي ارتفاع الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي لأكثر من 14 ألف إصابة تجاوزت بها عدد إصابات الأعوام السابقة بشكل ملحوظ والسبب يعود إلى كثرة العوامل الملوثة للجو حسب الإحصايات التي سجلت في دائرة صحة النجف سجلنا أكثر من 14 ألف حالة إصابة في أمراض الربو والجهاز التنفسي وهي مختلفة عن الأعوام السابقة وفيها زيادة اليوم جميع المرضى هم المتلقين العلاج في دوائر صحة النجف الأشرف مواطنون بيّنوا أن المعامل والمصانع القريبة من الأحياء السكنية عملت بشكل كبير على تلويث أجواء المحافظة وهذا بدوره تسبب بارتفاع الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي مطالبين بزيادة المساحات الخضراء وتشجيرها بدل منحها كفرص استثمارية نطالب الجهات المعنية باتخاذ القرارات الصحيحة بخصوص المعامل ما للطابوق والطمر الصحي والمعمل ما للإسميت والطاقة الكهربائية هاي كلها جاي يطلع دخان هذا الدخان وين يروح؟ كلها رئاة المواطن النجف وتشوف أغلب الأمراض اللي موجودة في محافظة النجف مرضى جهاز التنفسي نلاحظ البلدية أن المساحات الخضراء مهملة جدا ولا يوجد فيها تشجير فقط التركيز على الشوارع الرئيسية في المحافظة والإهمال الحاصل في الأحياء والدور السكنية على بلدية النجف أن تهتم في المناطق السكنية وكثرة التشجير زيادة المساحات الخضراء في الدور السكنية وكذلك رفع النفايات لأنها تسبب تلوث الحاصل في البيئة متخصصون بدورهم أوضحوا أن أعداد الإصابات قد تزداد بشكل أكبر في الأعوام القادمة في ظل الإهمال الحكومي لهذا الملف مطالبين الجهات المعنية بضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة من النجف طهر العساف قناة الفلوجة